اختيار التخصص الجامعي ممكن يكون موضوع صعب وخصوصا مع وجود مئات التخصصات الجامعية التقليدية اللي بتقدمها الكليات والجامعات بدرجات علمية مختلفة وفي الغالب بتكون مجالات الهندسة والطب والمجالات التكنولوجية هي اكتر المجالات اللي بيقبل عليها الطلاب وكمان هي اكتر حاجة بيطلبها سوء العمل بس لو كانت التخصصات التقليدية دي ما تهمكش فانت تقدر دايما تخرج عن المألوف وتختار التخصص في واحدة من التخصصات الجامعية اللي اصلا مش معروفة ولا مشهورة اوي تعالوا بينا نتعرف مع بعض على اغرب التخصصات الجامعية اللي بتمنحها بعض الكليات والجامعات في العالم بس يابل ما نبدأ لو لسه جديد فما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك حلقتنا اول باول وما تنساش تصلي على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وبدون مطول عليكم يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة احياء وكيمياء القنب برنامج بيولوجيا وكيميا القنب الجامعي بيقدموا قسم الكيميا في جامعة ولاية كولورادو لطلاب الدراسات العليا في علم الاحياء والكيميا وبيقدر الطلاب في برنامج درجة الباكريليوس انهم يختاروا واحدة من المجالين المنتج التحليلي او الطبيعي بيركز المجال التحليلي على الكيميا وبيجهز الطلاب انهم بيشتغلوا في وظائف زي فنيين بيولوجيين وكيميائيين وعلماء فيزياء حيوية وبركز مصاري المنتج الطبيعي على علم الاحياء وبيتضمن دورات دراسية متقدمة جدا في علم الوراثة وعلم الاحياء العصبية والمنتجات الطبيعية فنون العرائس والدمة واحدة من التخصصات الجامعية الممتعة اللي بتقدمها جامعة كوني تيكت من سنة 1964 بيجهز البرنامج الطلاب على انهم يشتغلوا في برودواي وعلى التلفزيون وفي المدارس كمان واحدة من ثلاث جامعات في الولايات المتحدة بتقدم درجة الباكريليوس في الفنون الجميلة بي اف اي في فنون الدماء وكمان اليوكون بتقدم درجة الماجستير في فنون الدماء وعلى عكس التخصصات التانية بيبدأ طلاب الفنون الدرامية بمنتدى باول اسياوي في يوكون انهم ياخدوا دروس في فن الدماء خلال الفصل الدراسي الاول وتلتين فصول الكلية للطلاب في تخصص فنون الدماء بيتضمن برنامج البي اف اي دورات زي الانتاج المسرحي وتقنيات الدماء وتصميم المسرح تصميم وتصنيع الدرجات وده برنامج الدرجة الاولى من نوعه تخصص تصميم وتصنيع الدرجات في كلية ولاية مينوستا وهو مشارك لمدة سنتين في برنامج العلوم التطبيقية وهو فيه بيحصل الطلاب على تصميم وبناء دراجة مخصصة وبيدرس الطلاب تصنيع المعادن والطباعة سلاسية الابعاد والتصميم الميكانيكي كمان وبياخدوا دورات معاملية في اللحام والنمزج الاولية والرسم والتصميم بمساعدة الكمبيوتر والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر وبيقوم البرنامج كمان باعداد الخريجين انهم يشتغلوا في وظايف في التصميم الميكانيكي والتصنيع وتكنولوجيا الهندسة رسم الخرايط الرقمية كلية الاداب والعلوم بجامعة كينتاكي بتقدم درجة الماجستير في رسم الخرايط الرقمية الموجهة للمهنيين العاملين والبرنامج بيزود طلاب الدراسات العليا بمهارات التحليل الفني والجغرافي المكاني لاستخدام البيانات الضخمة علشان ينشؤوا منها خرايط سبتة وتفاعلية في تصميم البرنامج ده كامتداد لشهادات الدراسات العليا في المملكة المتحدة في برنامج الخرايط الرقمية وبياخد الطلاب دروس في تحليل البيانات المكانية والتصور والبرمجة كمان لرسم خرايط الويب والتصوير الجغرافي التعاوني والطلاب اللي بيكملوا البرنامج ده على الانترنت بيشتغلوا علماء بيانات ومصممي ويب وفنانين جغرافيين بصريين علوم المخبوزات جامعة ولاية كانساس هي الجامعة الوحيدة في الولايات المتحدة اللي بتقدم درجة بكاريليوس لمدة أربع سنين في علوم وإدارة المخابز وبيتعلم الطلاب المبادئ الأساسية للخبز خلال أول سنتين وبيختار الطلاب واحدة من مجالين كيميا الحبوب أو إدارة الإنتاج وبتجتمل مختبرات الأبحاث في ولاية كانساس على مخبز على نطق تجريبي وطحون الدقيق ومختبر بسق الطعام برنامج الطهي البيئي كانت جامعة نيو هامشاير أول جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية بتقدم برنامج لفنون الطهي البيئي علم البيئة هو دراسة الغذاء والزراعة والبيئة وبياخد الطلاب في البرنامج المزدوج ده دورات في الزراعة والمطبخ الإقليمي وإدارة الضيافة والتغذية كمان وكمان بيكملوا دورات في تخصص تاني من اختيارهم وبيتضمن برنامج علم الطحي البيئي فصل الدراسي في الخارج في إسكولي بيتشينو في إيطاليا والطلاب بيكونوا على استعداد لمتابعة مجموعة متنوعة من الوظايف بما فيها طهاء وأخصائي صحة المجتمع وفن التغذية ومدير المزارع ومدير الأغذية والمشروبات وخبراء التغذية تكنولوجيا الأزياء برنامج البكاريليوس في تكنولوجيا الأزياء بجمع الديبول بيجهزوا الطلاب إنهم يشتغلوا في صناعة الأزياء كجزء من مدرسة المسرح وبيتعلم الطلاب تصميم وبناء الأزياء والإكسسوارات وفي السنة الأخيرة من الدراسة بيقدر الطلاب إنهم يختاروا إنهم يعملوا تدريب داخلي وكمان الطلاب بيقوموا بإجراء مؤابلات وهمية مع متاجر الأزياء المحلية وبيقدروا يشاركوا في معرض خرجي مدرسة المسرح في شيكاغو ولوس أنجلوس ومدينة نيويورك علم المصريات والأشوريات بيقدم الإسم ده بجامعة براوين مصرين علم المصريات ودراسة مصر القديمة والأشوريات ودراسة أشور وبلاد ما بين النهرين ولازم كل طالب ياخد عشر فصول على الأقل علشان يستكشف الثقافات الأديمة وبتشمل فصول علم المصريات التاريخ المصري الأديم وعلم الأثار في مصر الأديمة والمعابد والمقابر المصرية الأديمة أما علم الآشوريات فيبيشمل دروس على التاريخ والثقافة والمنح الدراسية الأديمة وعلم الأثار في بلاد ما بين النهرين الأديمة وجرانها وآخر تخصص غريب معنا النهاردة هو فن الكوميكس أكيد كل المصريين هيبقوا ممتزين جداً في التخصص ده كلية مينيا بوليس للفنون والتصميم بتقدم درجة الباكريليوس في الفنون الجميلة في الفن الهزلي وده من خلال البرنامج اللي مدته أربع سنين وبيتعلم الطلاب إزاي ينتجوا كتب مصورة تقليدية ورقمية وقصص وروايات مصورة وبيتعلم الطلاب كمان إزاي يكونوا رواد قصص مقنعين وبتشمل الفصول نشر الكتب المصورة والرسم ورواية القصص المصورة والرسوم الهزلية التجريبية والبرنامج ده بيجهزوا الطلاب إنهم يشتغلوا كفنيين كوميديين ورسامي كاريكاتير ورسامي كمان القصص المصورة في شركات التصميم وشركات الرسوم المتحركة واستوديوهات الأفلام والوكالات الأعلانية وبكده بتكون خلصت حلقتنا النهاردة ما تنساش تقول لنا في كومنت لو قدامك كل التخصصات دي قلنا هتختار أنه تخصص فيهم وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة واتفعل زر الجرس علشان توصلك كل حلقتنا كان معكم محمد كمال من قناتكم مزهل ومدهش دمتم في أمان الله مع السلامة